لم تستثن الأزمة الاقتصادية الراكنة أحد لقد بلغت المعاناة ذروتها ودفع هؤلاء المواطنون تكلفتها الباهظة لسيما بعد انهيار العملة الوطنية وتضخم أسعار المواد وأساسيات المعيشة في عموم البلاد الأزمة ياخذوية على المواطنين هل يكون من عدم الديزل؟ هل يكون من المجاعة؟ هل يكون من غلط دقيق؟ هل يكون من غلط شكر؟ على قلق الخبز والزيت والحرب تسير يوميات السكان في محافظة الجوف وفقا لهذه المعادلة الصعبة وكغيرهم من اليمنيين تزداد مخاوفهم من المجهول الذي ينتظر الجميع كلما استمرت طبول الحرب ومسعرها بالتحشيد نحو المجهول وحسب من ليس مصيره بيديه أن يتجرع مآلات الأزمة الاقتصادية ومعطياتها الكارثية التي تهدد الحياة وتستهدف معيشة المواطنين وقوتهم الضروري مثقلون بهاجس المجاعة ولحلة لهم لمواجهة هذا التضخم في القيمة الشرائية والتهاب السوق اليمنية من الأسعار يقول الناس هنا وبخيبة أمل يحملون الحكومة الشرعية مسؤولية إنقاذ الريال اليمني والتحرك الجاد لإيقاث هذا الانهيار الاقتصادي المخيف والموت البطيء الذي يطال حياة اليمنيين نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة من أزمة إلى أزمة ومن حرب إلى حرب ومن جرعة إلى جرعة كل هذه الأمور والمواطن اليمني يعاني منها لم يشعر بالارتياح يوم من الأيام الحكومة على أن تتخذ القرار الصائب المواطن مسكين وضعف وفقير وعلى أن تتخذ القرار الصائب ومتابعة إلى ما فيهم تابعة يلعبوا التجار لعب كيفما يبغون هو حال اليمنيين إذن يصارعون الجوع والمرض جيلا بعد جيل ومن حرب إلى حرب يكابدون ويلات المعيشة وفصوله القاسية على مدى عقود بعيدة لم يشهد اليمن مرحلة استقرار أمني أو اقتصادي فمتى تستقر هذه البلاد ويعبر اليمنيون مضيق الحياة على الجرادي قناة بلقيز الجو شكرا